نعمل ايه بقى او ايه هي اهم طرق الوقاية اللي تحافظ على الجلد خلاص يعني احنا ماشيين كده بقى بالترتيب عرفنا الوظائف وعرفنا قليات الحماية فالدور على ايه؟ ماشي يا دكتور محمد انت دلوقتي قلت لنا معلومات نحافظ بقى على الجلد ده ازاي؟ خلاص؟ سبحان الله ان اهم طرق الوقاية هي اسهلها يعني ايه؟ يعني الموضوع مش محتاج معدات معقدة ولا محتاج وسائل مكلفة فلوس مس خالص اهم طرق حماية الجلد هي واحد الحفاظ او المواصبة على الاهتمام بالعناها الشخصية يعني زي ما بقول لكم كده العناها الشخصية اللي هي زي ايه؟ زي الاستحمام تغيير الملابس باستمرار وهكذا تمام؟ يعني فكرة ان الواحد يبقى جاي من بره فيقوم يخسل ايديه ويخسل وشه ويخسل دراعاته مش احنا بنعمل كده لما بنبقى رجعين من بره يعني الوضوء فحد ذاته دي حاجة من ضمن اهم آليات الحماية اللي بتوفر للجسم مش بس زي ما احنا بنقول كده اللي هو ايه ان الواحد يبقى منتعش لا دي وسيلة من وسائل الوقاية دي طريقة من طرق الوقاية الخاصة بالجلد تاني حاجة او تاني نقطة في طرق الوقاية دي نقطة مهمة جدا 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 هي تجنب مزيلات العرق بكثرة بتشوفوا اعلانات لما بتخشوا سوبر ماركت ولا صيدلية حتى الاعلانات التجارية بتكتهد جدا علشان خاطر تروج لمزيلات العرق ما بقولش انها حاجة وحشة ما بقولش انها حاجة وحشة ولكن استخدامها بكثرة هو الوحش يعني نستخدم مزيلات العرق اه بس مش بكثرة مش بكثرة خلاص وانتو عارفين طبعا افضل طريقة لاستخدام مزيلات العرق ايه؟ بعد الاستحمام يعني استخدام مزيل العرق بعد الاستحمام هو ده الاستخدام المثالي عشان تبقوا فاهمين خلاص انما فيه ناس كده عمال على بطال زي ما بيقولوا يستخدموا مزيلات العرق دي على طول لا ده غلط فتجنب الافراط في استخدام مزيلات العرق ده من وسائل حماية الجلد برضو من وسائل حماية الجلد النظافة المنزلية ودي على فكرة من اهم طرق الوقاية والحفاظ على جلد سليم هتقولوا ليه الله اعلقت ان البيت بانضيف عفوا اعلقت ان البيت بانضيف بالجلد اقول لكم وجود الاتربة يعني لو انا حطت ايدي على حاجة اهو في البيت والحاجة دي اللي انا حطت ايدي عليها ايه؟ فيها طراب فاهمين قصدي؟ الطراب ده وانا مثلا مش حاسس او يعني مش واخد في بالي فالطراب ده فحد ذاته بيضعف القدرة او القدرة بتاعة الحماية بتاعة الجلد ده لان الطراب ده بقى مليان يعني حاجات وحشة خلاص الطراب والغبار والحاجات دي كل عشان كده البيت النظيف ده ده بيت بيحافظ على الجلد تغيير فرش السراير والحاجات دي باستمرار ده بيحافظ على الجلد الحاجات اللي في حالة احنا في حالة تماث معها تغيير الفوط استخدام فوط نظيفة يعني ها بشكل يعني معقول طبعا ماشي ده من وسائل الحماية تجنب وجود الحشرات المنزلية الحشرات المنزلية دي مع الحشرات بتعمل ايه؟ مش بتقرصنا مش النملة بتقرصنا او النموسة او الحاجات دي كلها خلاص او حشرات اخرى يعني ربنا يبعد عننا جميع الحشرات دي وحشة جدا لانها مش بس بتأذي الجسم ان هي بتخلينا نهرش او ان هي تقرصنا لأ ده هي كمان في منها حاجات بتخترق بقى الجسم ده وبتخلي الجسم يعمل تفاعو المعين يعني تلاقوا مثلا حد تقرص أرصة فتلاقي فيه تورم وحاجات كبيرة جدا يبقى من وسائل برضو الحماية كل ده يندرج تحت ايه؟ النظافة المنزلية ايه تاني من وسائل الحماية او من طرق الوقاية اللي نحفظ بيها على جلدنا الملابس المناسبة الملابس سواء لينا احنا ككبار او لأطفالنا خلاص الملابس المناسبة اللي هي ايه؟ اللي هي الملابس طبعي القطن القطن مش القطن المصري ده اللي بتضرب بيه المسأل في العالم كله في العالم كله ده مش دي مش مبلغة مننا يعني لا ده لما يبقى فيه بلد بتنتج مثلا ملابس معينة وفي الليبل او في التكت بتاعها يقولك ده قطن مصري مسأل 100% ده دي بتبقى وسيلة جذب ان القطن ده حاجة مفيدة جدا للجسم وللبشرة يعني تمام؟ القطن الكتان خلاص دي حاجات مفيدة للجلد دي طرق وقاية نبعد بقى عن الالياف الصناعية يعني فيه ناس كل لبسها تيشرتات ومش عارف ايه حاجات اللي هي اللي فيها بولي إستر اللي هي وفيها لكرة وفيها اللي هي الحاجات اللي بتمط دي والحاجات دي كلها كل ده غلط على الجلد يبقى اللبس الصحي ده من طرق الوقاية ايه هو اللبس الصحي؟ الملابس القطنية والملابس اللي ممكن تكون من الكتان تمام؟ وانا بتكلم هنا عن ملابس المنزلية او ملابس الخروج يعني هدوم البيت او هدوم الخروج تمام؟ ايه تاني من طرق الوقاية؟ عدم الافراط في التعرض لأشعة الشمس ليه؟ لان احنا من عدة حلقات كده كنا بنتكلم في حلقة اسئلة وكان فيه سؤال جالنا عن المدة اللي لازم نعط فيها في الشمس وكده وكان سؤال حلو جدا فدي فرصة برضو ان احنا نقول عدم الافراط هي الحكاية مش بالكتر مش بكتر القعدة في الشمس لا المدة القصوى زي ما قلنا بنبتدي بخمس دقايق في الأسبوع يعني مش في الأسبوع كله خمس دقايق يعني يوميا خمس دقايق لمدة أسبوع نيجي في الأسبوع اللي بعده بنزود خمس دقايق فيبقى المدة اللي بنقعد عليها اللي بنقعد فيها في الشمس أصلا بيبقى كده عشر دقايق نيجي الأسبوع اللي بعده نزود خمس دقايق تمام وزي ما قلتلكم في الحلقة كانت تقريبا الحلقة السابقة يعني أو اللي قابلية قلتلكم ان فيه ناس او فيه قراءة طبية بتقول ان الفترة القصوى للجلوس في الشمس يوميا خمستاشر دقايق وفيه ناس تانية بتوزيد خمس دقايق كمان وتقول لا معانا لغاية عشرين دقايق تمام ومش لازم كل يوم مش لازم كل يوم ممكن يوم في يوم ما فيش خلاص ومش لازم نبقى قاعدين يعني من غر هدوم لا قلنا بس بنكشف ايدينا وبنكشف يعني نلبس زي ما بقول نص كم وفي الرجلين بنبقى يعني شايلين الهدوم او رفعين الهدوم لغاية فوق الرجبة على طوك خلاص وقلنا لازم نغطي الراس لازم الراس تبقى متغطية وقلنا برضو الوقت الامن يبقى قبل عشر او حداشر حسب بقى التوقيت الصيف والشتوي وبعد تلاتة او اربعة تمام كده الفترة اللي هي من عشر لتلاتة او من حداشر الاربعة لا دي فترة مش امنة تمام وفي نقطة كويس برضو ان انا عايز اقولها اللي هي حكاية ان احنا لما نقعد في الشمس ما يبقاش من وراء الشباك يعني في ناس شبابيك عندهم ازاس كده فتلاقي الشمس داخلة يعني نور الشمس داخل فتلاقي واحد يقولك ايه انا جبت بقى الكورس يوانا عاد في الشمس لا مش ديش شمس المطلوبة احنا عايزين الشمس المباشرة مش الشمس اللي هو جايلك من الازاز اللي جايلك من الازاز ده الضوء والحرارة انما اشعة الشمس بقى المفيدة بتبقى مباشرة مش اللي وراء الازاز يعني مش او مش اللي دخلة من خلال الزجاج خلوا بالكم النقطة دي خلاص عدم الافراط في الجلوس في الشمس او في التعرض للشمس دي من طرق وقاية الجلد تمام طيب ايه تاني من طرق الوقاية تجنب الجفاف الزائد خلاص عن طريق ايه شرب المياه بانتظام افضل شيء ممكن الواحد يعمله على مدار اليوم ان هو يشرب مياه للرجال وللسيدات وكبار السن وللاطفال والشباب والبنات خلاص شرب المياه بانتظام شرب المياه ده ما عندكوش فكرة اهميته القصوى للجسم بشكل عام وللجلد بشكل خاص قد ايه فدي من طرق الوقاية من طرق الوقاية ناكل شوية كده او كل شوية نقوم نشرب مياه ونشرب ولدنا مياه تمام وقلنا برضو في حلقات سابقة المعدلات يعني للكبار بشكل عام ما بيقلش عن اتنين لتر في اليوم صيف شت ومعلش يعني مياه مياه يعني اللي هي ايه منقولش ايه طب عصير طب شربة لأ دول تمام بس المياه الصريحة دي اتنين لتر على الاقل على الاقل وانتو لو فكرتوا يمكن الناس تقول ايه اتنين لتر ده كتير قوي هو مش كتير ولا حاجة مش كتير ولا حاجة انتو لو حسبتوا على مدار اليوم هتلوم مش كتير ده انا بيقول لكم على الاقل وبالنسبة لاطفال بقى فيه جداول قولنا قبل كده برضو هو ده مسلا من ضمن الحاجات اللي ممكن ترجعوا لها في المحتوى بتاعنا بتاع الحلقات السابقة تكتبوا كده تقولوا مثلا الاطفال تشرب مياه قد ايه خلاص هتلاقوا عندكم من اول شهرين وثلاثة لغاية بعد سن كمان ثلاث سنين تمام من ضمن برضو اهم طرق الوقاية الخاصة بحماية الجلد اختيار مساحيق غسيل الملابس المناسبة هتقولوا لي الله هي فيه مساحيق مناسبة ومساحيق مش مناسبة اقول لكم اه فيه مساحيق ملابس ممكن يضر الجلد هتعرفوها ازاي تعرفوها انه هو فيه حاجات كده لما بتستخدم يعشان كده انا بقول لكم ايه مثلا استخدام الانواع الامنة لان فيه حاجات بتحصل كده احيانا يقول لك ايه خلطات يعني خلطات جمع خلطة يقول لك ده خلطة فتلاقي واحدة راح السوق كده فتقول للراجل تقول له انا عايزة بكذا بمسلا بمبلغ مالي مثلا بعشرة جنيه بعشرين جنيه مش عارف يعني الفلوس دي بقى دي بس تقول له ايه خلطة الغسيفة هو ايه الخلطة دي بقى هو حطت حاجات كده على بعض البيع تمام دي منها بتبقى حاجات غير امنة الهدوم لما بتتغسل بيها ونرجع نلبسها ده ممكن يضر الجلد وطبعا طبعا لازم نبعد تماما عن استخدام المبيضات انتوا فاهمين قصدي بقى سيدات البيوت والامهات وحتى الرجال فاهمين قصدي عن ايه المبيضات غلط ان احنا نستخدم ده في الغسيل خالص لان بتفضل زرات كده بتفضل جزيئات صغيرة في الملابس لما بنرجع بعد كده نلبسها او بتبقى موجودة مثلا ففوطة بالنشف بيها والشينة او لبس بنلبسوا احنا او بنلبسوا الاطفالنا بيبقى فيه زرات كده او جزيئات لما بيبقى فيه حالة تماس مع الجلد ممكن تضر الجلد ده جدا تمام طيب ايه تاني من طرق الحماية دي بقى نقطة ممكن تزعل بناتنا كتير قوي هي تجنب مستحضرات التجميل تجنبها في المطلق لا مش في المطلق تجنب مستحضرات التجميل الزائدة ان لما بنحط يعني مش احنا هم يعني السيدات والبنات والفتيات ما يحطوا يعني حاجات اللي هي مواد تجميل يعني فيه ناس بيحطوا كتير قوي وفيه ناس بيحطوا انواع سيئة قوي وفيه حاجات مجهولة المصدر يعني توقاش معروفة كده تمام